يعني احنا عايزين نعود نلعب احنا هنلعب اختيار اللهبة فيها منكفة ايوته كسبنا اثناء اللهبة فيها منكفة لأ انت قلت كزا وما في طول كزا لأ انت بصيت في كزب لأ انت غشيت اللي كسب في اللهبة والتاني خسر فيها منكفة ايه اللي بيحصل ده ازاي ان نكنترول الموضوع ده انا بشوف ان دايما الاتفاقات هي والساينث بيقول كده ان الاتفاقات قبل كل حاجة بتقلل جدا حدوث المشاكل عشان كده احنا لما متفق من الاول على الروتين اللي هنمشي بيه في اليوم مع ولادنا احنا خلاص بنبقى اهدى وطبعا هيبقى مستفز جدا لينا ان في حاجات انا ما اتفقتش زي يعني مثلا لو انا كنتش متفق مع الولاد ان هم هيرواقوا القوضة وهما ما رواقوهاش خليني امرن نفسي ان انا في حاجات هطنشها في حاجات قبلة للتفاوض وفي حاجات غير قبلة للتفاوض فخليني امرن نفسي ان انا في حاجات همسك نفسي عنها وطنشها لاني انا لو وقفت على كل حاجة بتدايقني من الولاد انا هيحصل لي بيرن اوت هيحصل لي احتراق على اخر الصيف فانا محتاجة اسيف الانرجي انا محتاجة يعني الطاقة بتاعتي اوفرها للي فعلا مستاهل واللي فعلا متفقين عليه هو ده انا هيبدأ من عندي انا اللي ابقى مركزة ووعية بنقول عليه التربية بوعي انا ابقى وعية واحنا اتفقنا على ايه والحاجات اللي بتستفزيني انا دي مش معناها ان الولاد وحشة لا الولاد مش بتتعلم الولاد لسه بتكبر الولاد لسه بتتعلم مهارات الولاد انا لسه ما خلصتش بونا معاهم فاحكم عليهم ان العيال دي لم تربيه ولا ولا نظيفة ولا 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 فارجع لنفسي كده ابقى وعية هيحصل طبعا اوقات كثيرة ان الولاد مش هتمشي على اتفاق يعني برضو العيال مش ملايكة طبعا فهيحصل لما يحصل خلل في الاتفاق انا ابقى يقال لهم ان احنا لما يعني اللي احنا متفقنا عليه مش هيتنفذ انا هضطر اتدخل وهتدخل بس بقى الفكرة ان انا كام اتدخل بحزم ورحمة يعني هو بيلعب على السكرين او قاعد على السكرين المدة اطول بكتير من اللي احنا متفقين عليها احنا عاملين اتفاق من قبلها وامفعالين الاتفاق وانا قلتله مرة واثنين وثلاثة واربعة انا اقدر دلوقتي اتدخل واقول سيب التليفون حالا سيب اللي انت مسكه حالا مش همشي من قدامك غير لما تسيب اللي انت بتعمله وتنفذ اللي اتفقنا عليه اتدخل بحزم التون صوتي فيه حزم الطريقة انا مش هعمل حاجة غير لما دلوقتي حالا انت تعمل اللي احنا اتفقنا عليه بس فيه رحمة الرحمة دي بقى جاية من فكرة ان انا مش مش الاجو هو اللي شغال مش الانا ازاي ما يسمعش الكلام وازاي يكسر كلامي وازاي انا وازاي يعني اخليني يعني منتبهة قوي لحتة انا بعمل كده علشان هو يتعلم وهو في الموقف ده محتاج ايه محتاج انه يتعلم انه يمشي على الرولز ولا محتاج ان يسمع كلامي انا عشان انا قلت كده عشان حتة دي مهمة قوي توصل له كمان وبتفرق قوي ايمان في الطاقة اللي طالع مني ليه وهو ده اللي بنقول عليه ان انا ممكن ابقى يعني حازمة في التربية وفي نفس الوقت عندي رحمة وفي نفس الوقت علاقتي بولادي كويسة انا برضو دوري كأم ان انا ربي طبعا فانا مش هسيب برضو في تحت مسمى نديل تربية الحديثة كل ده مسميات غلط في حزمة بس في رحمة فلما اتدخل انا دوري ان انا تدخل ودوري ان انا حميه من قعدته على السكرينز عشان مخه عشان عينيه دوري ان انا لو انا مهمة بالنسبة لي النوم بدري مهم ان انا اقول له احنا متفقين على النوم كذا انت مش عايز تغمد عنيك انت حر بس انا بالنسبة لي هتقعد في سريرك هتقفل النور هتليفون هياخد منك انت هتاخد القرار انك تنام انت حر مش تاخد قرار بس انا دوري كأم اني انا اتدخل مش هسيب الولاد تعمل اللي هي عايزة واقول انا اتفقت ومن دوري كمان زي ما هتدخل يبقى فيه متابعة لان احنا بنفتكر ان احنا هنتفق الاتفاق والعيال اللي تعملوا لوحدها ده ما بيحصلش طبعا خالص محتاج مني متابعة طول الوقت انا دوري كده دوري ان انا اتابع الاتفاق اللي اتفقنا عليه لحد ما يبقى جزء من الحياة يبقى هبط يبقى خالص وتعود عليه وما يدرش يعيش من غيره بالزبط بس انا برضو في نفس الوقت علي دور فاحنا ساعات بنلجأ بقى للعقاب علشان ما عملش يعني اقولك بصراحة احنا بنكسل يعني اسهل لنا العقاب ولو كل ام يعني وقفهم عن نفسهم وقفهم العقاب اسهل بكتير من ان انا قعد اتدخل بحكمة وتكلم بالراحة وتكلم بوعي وتكلم وبقى في بالي مفعالة الزرار بتاع ابني دلوقتي محتاج ايه الولد اللي ماسك التليفون طول الوقت او كده محتاج ايه محتاج يتعلم يحترم الاتفاق محتاج يتسلى او يتعلم ان التسلية ممكن تبقى بطريقة تانية محتاج يتعلم انه يجرب حاجة تانية تسليه غير ده محتاج ده طب هو اللي احتياج ده هياخده مني ازاي هيتعلمه ازاي بالزعيق والعقاب لا عشان كده العقاب سهل سهل جدا وانا بشوف ان احنا بنعاقب عشان بنكسل نفكر بنكسل نفعل حتة انا بتكلم معاك وزي ما اتفقنا بسوئل هل دوري ان انا اوجد له البدائل عن ال الالكترونيكس والسكرينز والهاجات دي ولا بالعكس اخليه هو اللي يدور على البدائل دي منها ان هو عارف هو بيحب ايه ومحبش ايه ومنها يبتكر فدماغه تشتغل اكتر ويطلع برا السندوق ممكن ادي له بس التوجه الاول يعني انا بس انا بعمل معاولاتي اقول فكر في حاجة تشغل بيها دماغك ايه اللي ممكن تعمله تشغل بي دماغك هي اول كلمة هيقولها معرفش بس انا ما استسلمش انا دلوقتي عايزاه فعلا يبدأ ايه فكر فكر في حاجة تقوي بيها جسمك تشتغل على جسمك فانا ممكن ادي له